اهلا بك رانيا ايضا ما الجديد عندك في اخبار الفنوني وثقافة اهلا بك خديجة مشاهدين الاكارم مرحبا بكم في ركن فنوني لنهار اليوم بداية في خطوة مميزة قامت البعثة الجزائرية خلال حفل افتتاح دورة الالعاب الولمبية الصيفية باريس 2024 بالقاء الورود في نهر السين تكريما لذكرى شهداء الجزائر وكان هذا الحدث المؤثر جزءا من الاحتفالات التي اضافت لمسة عاطفية وذات مغزى كبير على حفل الافتتاح وشهد العرض دخول بعتات الدول المشاركة على متن 85 قاربا والذي اقيم لاول مرة خارج اسوار الملعب الرئيسي لحظات غير مألوفة اعطت الحفلة طابعا مميزا اين اضافت البعثة الجزائرية لمسة انسانية بتعزيزها لذكرى الشهداء وكرمز للوفاء والتقدير لتضحيات شهدائنا الابرار الذين ساهموا في تاريخ الجزائر نظم المتحف العمومي الوطني لخط الاسلامي بالتنسيق مع جمعية الماسا ورقلة وجمعية ابناء الاخوين الغزوات ورشات فنية في الخط العربي وفن الحروفية وفن الترميل اقول اضافة الى معارض فنية ورسومات لجداريات فضلا عن تنظيم جولات سياحية مختلفة بمرسى بن مهيدي تحت شعار الخط العربي فن اسلامي عريق عرفت التظاهر تنظيم ورشات ورسم جداريات تمنى سلسلة الانشطة المختلفة واكد مدير المتحف احمد لصنوني ان النشاط يدخل في اطار النهوض بالخط العربي الذي يعتبر ارثا حضريا وثقافيا وتاريخيا ورمزا من رموز الهوية الحضرية الجزائرية بوصفه فن قائما بذاته يعكس العمق الثري للثقافة العربية ذات الجدور الحضرية والموروث الثقافي العربي الاسلامي المتأصل نظمت المصلحة الخارجية لإدارة السجون المكلفة بإعادة الإدماد الاجتماعي للمحبوسين بيتلمسان ومديرية الثقافة والفنون حفلا تكريمي لفائدة المحبوسين الناجحين في شهادتي البكالوريا والتعليم المتوسط للسنة الدراسية وذلك على مستوى مؤسسة إعادة التأهيل عين فزا عرف الحفل حضور رئيس مصلحة النشاط الثقافي وممثلة مديرية الثقافة والفنون لولاية التلمسان أين تم تقديم مجموعة عروض فنية وموسيقية من طرف فرقة عمر بالخوجة بالإضافة إلى جمعية مربع فنون الركح التي أدخلت البهجة في نفوس المحبوسين وكل الحاضرين يتم في الأخيرة تكريم المتوفقين الأوائل في شهادتي البكالوريا والتعليم المتوسط وكذا في محو الأمية بجوائز قيمة نطمت مديرية الثقافة والفنون لولاية وهران بدار الثقافة صدور إبراهيم بالقاسم قاعدة فنية تزامنا مع الذكر السابع لوفاة الفنان القدير بلاوي الهواري الذي يعد أيقونة الأغنية الوهرانية العصرية ورمزا من رموز الفن الجزائري الأصيل بما تركه من رصيد فني تجاوز الخمسمائة أغنية لعل أبرزها أغنية زابانا التي أهداها لروح الشهيد البطل أحمد زابانا والتي لا تزال أقول الذاكرة الشعبية الجماعية تحفظها تجند الفنان بلاوي الهواري في مجالي الغناء والتلحين وعلى مدار عقود طويلة في تجديد وعصنة الموسيقى الجزائرية وتأسيس الأغنية العصرية الوهرانية من رحم الأغنية البدوية كما ساهم في صنع الأغنية الوطنية التي كانت سلاحا فنيا إلى جانب العمل الثوري حيث وظف فنه إبان فترة الاستعمال الفرنسي لختمة القضية الوطنية من خلال تأسيسه لفرقة فنية كانت تنشط في سبيل غرس الروح الوطنية وبعث الروح التحريرية في الشعب نتم المهرجان الثقافي الوطني للزي التقليدية أمس نتوة بعنوان التوثيق السينمائي والتلفزيوني للمورثات التقليدية من الزي إلى المطروزات احتضنها قصر رياس البحر حسن 23 بحضور مخرجين كتاب ومصممين وبالمناسبة شددت فيزا رياش مديرة مركز هنون وثقافة أن تراث الثقافي الجزائري بقدر ما يحتاج إلى حماية وصود فهو بحاجة إلى منتجين ومخرجين لثوثيقه في الأفلام والمسلسلات مشيرة أن الدراما الجزائرية تفتقر إلى وجود ثورات الثقافي الجزائري مبرزة أن حماية هذا المورود ليس مسؤولية قطاع الثقافة فقط وإنما مسؤولية المنتجين والمخرجين وكتاب السيناريو والمصممين والمهم جدا أن نشاهد في فن جزائري تراث الجزائر من لباس لهجة ومدن ترمز وتحكس الواقع الجزائري وفي ذات السياق نوهت إلى ضرورة الاستعانة بأهل الإختصاص والخبرة والباحثين للحفاظ على التراث والترويج له بالطريقة الصحيحة مشاهدين كان هذا آخر خبر من أخبار الفنون عودة إليك خديد شكرا لك رانيا إذن مشاهدين بأخبار الفنون وثقافة نكون وصلنا وإيكم إلى نهاية نيوز روم إلى تذكير بهم ما جاء فيها المحكمة الدستورية تشرع في دراسة ملفات المترجمات شحينة واستقبال الطعون بداية متعثرة للرياضيين الجزائريين في أولمبياد باريس الفين واربعة وعشرين نهاية نيوز روم شكرا على كرم الإصغاء والمتابعة شكرا لكم اشتركوا في القناة